ما يلبث أن يخف أثر وباء معين حتى يظهر آخر يتبادلون الأدوار لحصد أرواح الناس في بيئة حرب تساعد على إطالة عمر المأساة المتفشية على هيئة أو بيئة وامراض فتاكة فالدفتيريا المرض القديم الطارئ يعود الظهور لتزداد مساحة الكارثة كلما تقلصت فرص القضاء عليه مصادر صحية أشارت إلى تزايد أعداد المصابين بالوباء ووفاة ثمانية عشر شخصا خلال الأيام الماضية في كل من صنعاء وحجة والحديدة والمهرة وصعدة لتتصدر محافظة حجة حالات الوفاء بواقع إحدى عشر حالة وبذلك تصل أعداد الوفيات بالوباء منذ ظهوره في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن إلى 167 حالة 90% منهم أطفال في حين بلغ عدد الحالات المصابة أكثر من 2800 شخص خلال نفس الفترة المنظمات الدولية كانت قد تنبهت مسبقا لخطورة هذا الوباء مثل منظمتي الصحة العالمية واليونسيف التي قامت في بداية العام الحالي بحملة لتطعيم أكثر من مليوني طفل يمني في عشرين محافظة في مسعى للحد من انتشاره وتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال إلا أن الوباء عاد مجددا ويبدو أنه سيستمر لحصد مزيد من الضحايا ترجمة نانسي قنقر